بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين في توتحات الجلسة جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه اليوم الأربعاء خصصة لتقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة المالية 2020 وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون اعتبر الجلسة المشتركة مناسبة لتعميق النقاش الذي سيشمل في مرحلة أولى تحديد آليات المواكبة المناسبة لاستئناف مختلف القطاعات الاقتصادية لأنشطتها وفي مرحلة ثانية وضع مرتكزات خطة مندمجة لتمكين النسيج المقاولاتي الوطني من استشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة وبحكم تفتاح بلادنا على الخارج فقد تأثر الاقتصاد الوطني بالتداعيات السلبية لهذه الأزمة كما يتضح ذلك من خلال مقارنات معطيات شهر ماي 2020 مع نظيرتها لسنة الماضية وتتجلى القطاعات الأكثر تضرراً في قطاع السيارات التي تراجعت صادراته بتعود 80% والطيران بـ 76% والنتيج والألبسة بـ 74% كما انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة التي من المتوقع أن تنخفض بـ 70% برسم سنة 2020 في تفاصيل المشروع ترتيب للأولويات حسب النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير بـ 4.3 مليار درهم في مقابل رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليار درهم ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم ستخصص لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته مشروع قانون مالية 2020 المعدل يعتبر أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية حيث التنفيذ سنة 2016 أعتقد أن رهان اليوم هو تعبئة الموارد الضرورية لمساعدة المقاولات بكل أصنافها